أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياتهم قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا عالبي وفي آباء لا وقر ومن بيننا وبينك عجاب فأعمل إننا عامل قل إنما أنا بشر نفلكم يوحى إليه إنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا وويل للمشركين الذين لا يبتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجون غير منهم قل أإنهم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين واجعل فيها رواسي من فوقنا وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائل ثم استوى إلى السماء وهي دغان فقال لها وللأرض اكتيا قوعا أو كرها قالتا أتينا قائدين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذقتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثود إذ جاءتهم رسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستغروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم أشد منهم طوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهنا نصرون وأما ثمد فهديناهم فاستحبوا العمر على الهدى فأخذتهم صائقة العذاب الهون فأخذتهم صائقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون وندينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها فشيد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لفنودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستطرون وما كنتم تستطرون أن يشهد عليكم سمركم ولا أبصاركم ولا جهودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاصرين فإن يصبروا فالنار مفوا لهم وإن يستعقبوا فما هم من المعتبين وطيطنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول فيهم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسلعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذين كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله ذلك جزاء أعداء الله لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين طلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت قدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحكموا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقىها إلا الذين صبروا وما يلقىها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغن أنك من الشيطان نزغن فاستعر بالله إنه هو السميع العظيم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وسجدوا لله ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء أكتزت غربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أفمن يلقى في النار خير أفمن يأتيها من اليوم القيامة اعملوا ما شدتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يدتيه الباطل من بيد يديه ولا من خلقه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرمانا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياتهم أعجمي أعجمي وأعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاها والذين لا يبنيون في آبانهم وقر وهو عليهم عما أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاخترف فيه ولقد آتينا موسى الكتاب فاخترف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أجمامها وما تحمل من أنفا ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي ويوم يناديهم أين شركائي قال آذنا كما منا من شديد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنهم ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيغس قموت ولئن أدقناه رحمة منا ولئن أدقناه رحمة منا من بعد ضرار مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قراره ولن أجعت إلى ربي إنني عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليل وإذا أنعنا للإنسان أعرضانها بجانبه وإذا مسه الشر من دعاء عريق قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنهم حق أولم يكفل ربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط ألا إنهم في وضع الكراك wrap